ان شاء الله العيلة كلها اهلوية عيلة يعني احمد عبدالقادر او حمد بقى اذا ما اسم الشهرة بتاعه اه حمد عبدالقادر او احمد عبدالقادر عايز اسألك سؤال مهم جدا سؤال يعني فيه تحدي كبير لأحمد عبدالقادر عايز اعرف العقلية ازا هتفكر خلال فترة اللي جاية النهاردة احمد عبدالقادر ما شاء الله تقلق بشكل كبير جدا في سنة اولى دوري ممتاز مع سموح حولفة الانظار تجاي على نادي كبير النادي الاهلي فيه منافسة كبيرة فيه نجوم كبار سواء بتلعب في مركز عشرة او بتلعب على الاطراف احمد عبدالقادر ممكن اول ما ييجي ممكن المشاركات تبقى اوليلة شوية ممكن مسلمان يقتنع به من البداية ويكون موجود واساسي ويحجز مكانه عايز اعرف تفكير احمد عبدالقادر خاصة ان عندنا في النادي الاهلي فينا مازج كده ونمازج كده يعني اقرب مثل عايز اضرب به اكرم توفيق اول ما جي انتقل من الجونة وكمتعلق المشاركات كانت اوليلة لما مسك في الفرصة اكرم توفيق دلوقتي بنتكلم على اساسي النادي الاهلي اساسي منتخب مصر الاول محمد شريف اساسي النادي الاهلي وهدف النادي الاهلي وايضا هدف منتخب مصر الاول تفكير احمد عبدالقادر في النقطة دي ازاي مبدئيا اصلا اي انا زي مطلع حضراتك اي حد اتمنى ان بيتوا يكلموا تاني دي ما فيش خلافة عليها طبعا طبعا انا يمكن طموح ان انا بقى موجود طبعا في النادي الاهلي ده شيء كبير جدا بس انا لسه يمكن مسك المساهمين انسان اللي فاتك كان هو الاهلي بشكل صريح قال لي انت ممكن نثبت مشاركاتك تبقى ليلة المسيم ده فممكن يبقى المسيم ده طلعه اهارة وتثبت انك موجود في الصورة طبعا اخدت نصحته واشتغلت بيها وانا طبعا اكيد برضو لازم هقعد معا تاني المسيم ده مجرد برضو ان هو يقول لي خلاص مسك المساهمين لو قال لي انا خلاص خلاص المرة دي طلبك بشكل رسم اه لو مسك المساهمين اكيد طالبني بشكل رسمي وده يوضحولي ان شاء الله لما نقعد معا اكيد فانا تحت امره طبعا واكيد طبعا محدش بيجي يلعب على طول يعني عشان نبقى يعني ده طبيعي انك تيجي لازم تنافس وتدخل مع التيم وتنسجم عشان بعد كده بقليك دور فانا مش مستعجل خلاص فكرة ان انا ارجع اقول لا ده طبيعي انك ترجع تنافس على تبقى موجود في الصورة ده طبيعي كان انا زي ما قلت لحضرك في اسموحة برضو كان نفس الكلام اه في الاول اول ثلاث اربع ما تشاهد بالزبط فده طبيعي جدا يعني لكن كل ده برضو بينصب على قرار الجهاز الفني الموجود فانا طالما الجهاز الفني طبعا شايفني لازم موجود السنة الجاية فانا اكيد تحت امره حضران انا بقى حارب على الفرصة طبيعي انت لما بتنافس مع مع لعيبك برضو اللعابة اللي موجودة في النادي الاهلي طبيعي المستواج بيعلى طبيعي تطور المستواج ببقى الفل بيعلى لفوق اكتر فطبيعي انك تبقى موجود في الصورة معهم ان شاء الله ونحاول على قد ما نقدر نتعلم بالناس الخبرة اللي موجودة ونبقى منسجمين مع التيم ان شاء الله في اسرع وقت يعني باذن الله